نظام الدراسة الياباني معتمد على لو نكلم على كلية الإدارة العمالة الدولية نموذج اسمه زيمي سيستم الياباني زيمي سيستم ده اللي هو التعليم الفعال مش مسألة ان الطالب مطلقي لأ عشان كده احنا الفصول اللي عندنا حضرتك حضرتك تلاقي الترابيزات بتاعت الطالبة في الفصول فيها أرك وعلى عجل لأنه الدكتور ممكن يقلبها دايرة يقلبها دواير جروب ستادي تبقى لشكل التفاعل تبقى لشكل التفاعل الضبط كده دراسة فعالة لو جينا بنتكلم على الكليات انا طبعا نسيت اقول برضو ان احنا عندنا برامج في البيسيك ساينس يعني عندنا نظم في البكالوريوس في العلوم والكيميا والفضاء والنانو تكنولوجي للي عايز يدخل يعني التخصصات دي حضرتك احنا بقى الجامعة نظامها انه لازم الطالب يمارس بايده كل التجارب في المعامل جرعة المعامل عندنا تقيلة شوية ولازم الطالب يمارسها بايده وحب اقول لحضرتك انه لما حصلت موضوع كورونا في جامعات كتير طبعا في مصر لجأت لتعليم عن بعد جامعة المصرية اليابانية المحاضرات بس اللي كانت عن بعد ولكن الامتحانات والمعامل تم تأجيلها للصيف والطالب جم قعدوا شهرين مكسفين لازم يعمل التجارب بايده الطالب ولازم يمتحن عندنا مش عن بعد في موضوع اخر مهم جدا بناء شخصية الطالب صح وبناء ثقافته منذ اليوم الاول وطبقا للنموذج الياباني كان في مركز بينشأ مع كل الكليات اسمه مركز الأداب الحرة والثقافة الليبرال أرسان كالتشير سيدي وده أي طالب عندنا بيدرس ثلاث كورسات ياباني على فكرة قبل ما يتخرر وبيدرس كورسات ثقافة ياباني وبيدرس مواد ليه علاقة بالقيم وبناء الشخصية وبيدرس مواد ليه علاقة بالثقافات الأخرى وبيدرس مواد ليه علاقة بريادة الأعمال كتيرة وعلى فكرة احنا خدنا جايزة دولية من المجلس الدولي لريادة الأعمال الانترناشتال كونسل وسمول بيزنس اللي في واشنطن خدنا الانكيوبيتور الحاضنة بتاعتنا خدت جايزة بتاعة هذا المركز منذ شهر ونص تقريبا حضرتك الطالب لازم تبني وجهة نظر اليابانيين إن أنا مش حكسة بحاجة إما طلع مهندس كويس أو صيدالي كويس من غير ما بقى متأكد من شخصيته صحيح